السلام لبناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد قبل ما نبدأ هذا الفيديو كان بغي نهني جميع الأخوات مناسبة قدوم شهر رمضان ياربي إن شاء الله يدخلوا عليكم بالصحة والرزق والسعادة وقاعدك شي لك تتمنى ويارب إن شاء الله الدرية الصالحة لكل محرومة وكل سيدة تنتظر بفارق الصبر ياربي يكون هذا الشهر هذا الكريم شهر مبارك على جميع السيدات ويتلعوا حوامل علاش الله برنامج جبت لكم برنامج رائع جدا في هذا الشهر هذا وبغيتكم تطبقوا حرفيا باش يعني يكون هناك حمل بسرعة استغلوا الفرصة يعني هذا الشهر هذا مليء بالطاعات مليء بالعبادات شهر عظيم عند الله حاولوا أنكم تستغلوا هذا الوقت هذا هذا الشهر هذا إن شاء الله بالدعاء بالاستغفار بكثرة قراءة القرآن يعني جميع هذه الأشياء هذه اللي كتقدر أنها تجلب لكم الرزق والدرية بالإضافة إلى البرنامج اللي غا نذكر يعني هذا الشهر هذا فيه فرصة تمينة فرصة ذهبية لكل أخت فيكم عندها تكيوس المبيض كل سيدة عندها مشاكل في الرحم كل سيدة عندها سمنة زائدة عندها مشاكل في الهرمونات يعني هذه الفرصة هذه ما تفلتهاش من يدك ضروري أنني نقول لكم جميع النصائح اللي غا نذكر في هذا البرنامج هذا باش ينجح معكم ويحصل حمل بسرعة بطبيعة الحال بلما ننسى غا نزيد نحط لكم يعني برامج أخرى بالنسبة للسيدات اللي عندهم مشاكل منها يعني الخلل الهرموني شنو ممكن يأكلوا يعني الأكل صحي وكذلك الوصفة اللي ممكن يطبقوها في هذا الشهر بزاف ديال الأخوات عندهم مشاكل حطوا ليه في التعليق المزيد من التعليق في هذا الفيديو هذا على كل تساؤل بغيتيوني نجاوبكم عليه شنو ممكن تبعوا باش تخلصوا من جميع الأمراض اللي كتعوق لكم الحمل والدرية بطبيعة الحال راح كين بزاف العلاجات وكين بزاف ديال النصائح اللي ممكن تبعيها وتنجح معك وتخلص نهائيا وبصفة نهائية من المشاكل اللي عندك وممكن بلا شك يحصل الحمل بعد ذلك إذن من أول يوم غا دي تبدي هاد البرنامج هذا قبل ما نعطيكم البرنامج حاولوا أنكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم باش تساعدوا هاد الفيديو يوصل لجميع الأخوات يشوفوا هتهم يستفدوا من المحتوى دياله وكذلك من النصائح والوصفات اللي كان قدم حسريا في هاد القناة إن شاء الله وكان جتهد أنني نجيب لكم جميع الوصفات القوية اللي ممكن أنك تجربها خير دليل على ذلك بزاف الأخوات كان عندهم مشاكل كبيرة بزاف وصعوبة في الحمل جربوا إحدى الوصفات اللي قدمت وكي شكروني ويعني كان بزاف ديال السيدات كان عندهم يعني واحد غياب في الدورة ما شاء الله بوصفة من الوصفات ديالي جات لهم الدورة رجعت لهم الدورة ما شاء الله وانتظمت عندهم وكذلك كان سيدة كان عندها نقص المخزون عودة التحليل لقات يعني واحد الارتفاع بسيط وكذلك لقات بأن الهرمونات ديالها ما بقوش عالين يعني ما بقاتش مقبلة على سن يأس بل رجعت لها الدورة ديالها ما شاء الله كأنها في أيام الإبادة ديالها عادي جدا كأي سيدة كتجيها الدورة وكتجيها الإبادة الشهرية إذن حاولوا أنكم تبعوا جميع النصائح بالنسبة لهذا البرنامج هذا من أول يوم لرمضان إن شاء الله غادي تحاولي أنك في أول الصباح يعني قرأي القرآن الكريم باش هكالبال ديالك يطمئن باش ترتاحي نفسيا أن الراحة النفسية عامل أساسي في سرعة حدوث الحمل صدقوني سيدة لي كي بقوا متوترات الأعصاب ديالهم مشدودة راه غادي أتروا على الهرمونات ديالهم ما غاديش تحدث إبادة طبيعية ممكن تحدث ولكن بواحد الصورة يعني ماشي بذك الدرجة لأنها تلقح ويحصل الحمل الراحة النفسية غادي تجيك بقراءة القرآن الكريم حاولوا أنكم في أول الصباح استغلوا الوقت يعني ما تبقوش ناسين فيقوا ديروا يعني الأذكار ديالكم أذكار الصباح حاولوا أنكم تقرأوا ولو جزء من القرآن الكريم حاولوا أنكم تقوموا بالأشغال ديال المنزل يعني الهيراسك يعني وعمري الوقت ديالك بطاعة وقراءة القرآن وكذلك الصلاة في الأوقات ديالها حاولوا أنكم تدعيوا الله في كل صلاة يعني ما أجمل يعني أن تدعي السيدة في كل صلاة بالدرية الصالحة الله تعالى هو اللي غادي يستجب لها وهو اللي غادي يحقق لها الحلم ديالها يعني ما كيش تشي طبيب في الكون غادي يقول لك بأن الحلم ديالك راه مستحيل أو أنك ما غاديش تستطعي أنك تحملي الله فقط هو اللي غادي يقول هذا الأمر هذا وغادي أمر بالحكمة دياله وغادي يرزقك الدرية في الوقت المناسب ومن ضمن الأدعية القوية اللي ممكن أنك تكررها في هذا الشهر هذا وفي الصلاة ديالك في سائر الوقت غادي تقولي ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين وكذلك يا ذا الجلال والإكرام أكرمني بالدرية الصالحة وكذلك إلهنا في هذه الساعة اللهم ارزقني الحمل والدرية الصالحة والتبات على الدين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وذا الإسم الأعظم والعطاء الأجزل ارزقني الحمل حاولوا أنكم تسجلوا هذه المعلومات هذه أو هذه الأدعية هذه باش إن شاء الله يعني تكون دعاء مستجب لكل أخت فيكم من بعد ما قرأتي القرآن من بعد ما قمتي بالطاعة ديالك وبالصلاة وبالصدقة بنية الحمل مهم جدا صدقة في هذا الشهر هذا وفي سائر الأيام الصدقة بنية الحمل يعني كتصدق لديك الشخص وانتي كتقولي يا ربي ترزقني بالدرية الصالحة وإن شاء الله الله غادي يستجب لك وما غاديش يخيب الأمل ديالك بطبيعة الحال من بعد ما قمتي بهذا الأمور هادي غادي يجي وقت الإفطار ووقت وجبة الإفطار بطبيعة الحال هاد الوجبة الأولى اللي ضروري خاصك تحترمي فيها بزاف ديال الشروط يعني ماشي تعمري الأكل أو المائدة ديال الإفطار بأكل غير صحي راه بزاف ديال الأخوات كيخطؤوا وكيرتاكبوا هاد الخطأ يعني رمضان راه هو واحد الفرصة باش الدات ديالك تصفى باش الجسم ديالك يخرج داك السموم اللي كانت فيه طيلة السنة يعني وما تحاوليش أنك تكتري من هاد المعجنات الحلويات ضروري يعني تحطي مرة مرة ولكن ما تتاكليش أنتي حاولي أنك تبعي الحيمية ديالك تحاولي أنك تلتزمي يعني بتجنب الممنوعات حاولي أنك تمنعيها بصفة نهائية أول حاجة غادي تاخدي هي تمر تمر وحاولي أنك حب هذا أنك لو تملئه بواحد القطعة من المكسرات الجوز أو اللوز يعني المكسرات مهمة في وجبة الإفطار تمر وديري فيه يعني واحد الفاكهة جافة اللي هي الجوز إذن ذاك التمر غادي تحاولي أنك تملئه بالجوز القليل من السمسم أو الزنجلان يكون محمص يعني فقط نصف ملعقة صغيرة من السمسم غادي تملئ بهذاك التمر وغادي تناوليها هاديك هي أول حصة لك من بعد غادي تناولي الماء وغادي تنتظري عشر دقائق وغادي تدزيل للوجبة الأولى أو الوجبة الرئيسية اللي غادي تكون بطبيعة الحال فيها بزف ديال الفوائد البروتين خاص يكون حاضر في المائدة ديالك الفيتامينات العصير حبدا أنك ما تضفلوش السكريات يكون طبيعي يكون مطحون بالماء ماشي بالحليب يعني بزف ديال الأمور اللي خاصت تكون دقيقة المائدة ديالك خاصت تكون مليئة بالعناصر الغدائية المفيدة للصحة ديالك والجسم ديالك وخاصت تتذكري بأن البويضة رح كتتغذى بدك الأغذية أو التغذية اللي كتتناولها يعني واللي كتدخلها للجسم ديالك كتروا من السوائل السوائل مهمة بزف حاولوا أنكم تبتعدوا على الدهون على الحلويات على جميع السكريات والدقيق الأبيض يعني جميع هاد الأشياء هاديرة ممنوعة من الأفضل أنك لكلتها تناولها بواحد الكمية بسيطة جدا الأفضل أنك يعني تلغيها من نظام ديالك بالأساس باش هكت تحصلي على المراد ديالك وتحقق الحلم ديالك في الأمومة إن شاء الله من بعد يعني ما قمتي بهذا الأمور هدي حاولي أنك تمشي رياضة المشي بعد بعد الإفطار قبل يعني من صلاة العيشاء والتراويح ديري واحد يعني واحد الحركات رياضية واحد يعني التمارين حاولي أنك تحركي خارج المنزل سيري المسجد الجامع باش تصلي التراويح أميم طون تي كاتمشي تصلي وأميم طون كاتتحركي والجسم ديالك ما كيبقاش مخزن ذاك التغذية اللي كتكون فيه يعني والجسم ديالك يتحرك وكتكوني ناشيطة إن شاء الله صلي التراويح وصلي يعني الفرائد ديالك كلها وما تنسيش الدعاء اللي هو مهم بزاف ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين في هذا الفيديو هذا أعطيتك بخلاصة شنو ممكن أنك تبقي في هذا الشهر هذا في الفيديوهات القادمة غني نعطيكم وصفات طبيعية لكل سيدة والمشكل ديالها على حسب تعاليق ديالكم يعني مثلا سيدة جاتني بغاية وصفة لتكيو اسم ما بيد غني نعطيها في فيديو خاص وغني نعطيك الأكل اللي تجنبي في هذا الشهر هذا وباش يعني يكون علاج إن شاء الله ناجح بإذن الله بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم مشاكل هرمونات اللي عندهم وصفة خاصة كذلك التغذية اللي غدا يتبعوا والسيدات اللي عندهم انقطاع الدورة الشهرية تهو ما عندهم واحد تغذية ميتالية في هذا الشهر هذا الفضيل إن شاء الله يعني كان بزف ديال فيديوهات قادمة مليئة بالطاقة الإيجابية واللي غدا تكون فيها بزف ديال فائدة لكل أخت فيكم باش ما يخرج هات الشهر هذا إلا وأنتي حامل وتخلصتي من المشاكل اللي كنتي كان عندك يعني هات المشاكل هاتي اللي كتسبب لك تأخر الإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنينينا الإعجاب ديالكم إلا أعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة شكرا